تتابع الإدارات المعنية في وزارة الداخلية جهودها خلال شهر رمضان المبارك من أجل تأمين السلامة العامة وتعزيز التواصل والشراكة المجتمعية وفي هذا الإطار تم وضع الترتيبات والإجراءات الأمنية استعدادا للشهر الفضيل في محافظات المملكة كافة تعمل إدارات وزارة الداخلية عبر منظومة متكاملة من أجل تقديم الخدمات للمواطن والمقيم بأفضل مستويات الدقة والكفاءة والإنجاز وفي هذا الإطار تم وضع الترتيبات والإجراءات الأمنية استعدادا لشهر رمضان المبارك بما يضمن تقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة من خلال تسيير الدوريات الأمنية والمرورية بالإضافة إلى جاهزية الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات على مدار الساعة شهر رمضان من المواسم التي تكون الحركة المرورية فيها كثيفة سواء في أوقات الذروة أو ما بعد أوقات الذروة قبل وقت الفطور وحتى ما بعد وقت الفطور الإدارة العامة المرورة تقوم بحملات توعوية في مختلف الطرق وحملات إنفاذ القانون بهدف الحد من المخالفات المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وتدعو الإدارة الاتزام بالأنظمة والقواعد المرورية والاستفادة من خدمات تطبيق المروري ترافك بحيث أنه يشمل على أكثر من 35 خدمة وأيضا خدمة الحوادث البسيطة مما يسهل على الجمهور إجراءاتهم المرورية في أسرع وأسهل صورة ممكنة تقوم الإدارة العامة الدفاع المدني دائما بتحديث مستمر للخطط في شهر رمضان ومن بين هذه الخطط رفع مستوى الجاهزية في مراكز الدفاع المدني بحرفية عالية واستخدام أحدث الآليات والمعدات للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات وأيضا عمل حملات توعوية للمواطنين والمقيمين وذلك من شأن رفع مستوى الوعي لديهم خلال الشهر الفضيلة تقوم إدارة العمليات باستقبال جميع البلاغات التي تردع عبر خطوط الطوارئ 9-9-9 وسنالها للجهادات الاختصاص كذلك يتم تسيير دورية النجدة جميع محافظة المملكة على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات والبثة الطمأنينة وتقديم العنو والمساعدة لمرتدي الطريق وأن أول جميع بالمحافظة على الأداء والسلوكيات العامة خلال هذا الشهر الفضيل والتعامل مع رجال الأمن تبذل الإدارات المعنية المختصة بوزارة الداخلية كافة الجهود والإجراءات من أجل المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين الأمر الذي يتحقق بوعي وتعاون أفراد المجتمع بالتعليمات والأنظمة والإرشادات التوعوية لرمضان كريم وآمن الجميع